اشتركوا في القناة المعسكر الصيفي السنوي في نسخته الثانية عشر عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية بهدف تنمية القدرات الذهنية والبدنية واستغلال طاقات الشباب نحو ما يحقق لهم الخير والمنفع لذاتهم ولمجتمعهم تبتدي فعاليات معسكر الاكاديمية الملكية لهذا العام اللي اهم سمع فيه انه هو معسكر افتراضي طبعا الاعداد تقارب 500 مشارك من فئة الاناث والذكور وانا بهذه المناسبة حبيت اتقدم بجزيل الشكر لاولياء امور الشباب على ثقتهم في برنامجنا وعلى المبادرة بالتسجيل من اول يوم اطلاقنا اللي هو التسجيل البرامج عديدة ومتنوعة هي كلها تهدف لرفع المهارات القيادية والحياتية لهؤلاء الشباب اللي ان شاء الله بمشيئة الله هما قادة المستقبل طبعا انا ايضا يعني بهذه المناسبة حبيت اتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى المؤسسات الحكومية والاكاديمية والتدريبية اللي تعاونت معانا في تنفيذ فعاليات المعسكر وان شاء الله رح يكون باذن الله معسكر ناجح يعود بالفائدة على الجميع وتجسيدا لمنهجية الشراكة المجتمعية والحرص على صقل مهارات ناشئة وتأهيلهم للتعامل مع التحديات بفعالية جاء هذا المعسكر بالعديد من البرامج والانشطة لتنمية مواهب الشباب التجربة كانت بحضور عدد من المنتسبين الى المعسكر وتفاعلهم كان بشكل كبير كان مع المحاضر ومع المادة العلمية المطروحة بحيث ان طرحنا لزيادة الوعي احنا محتاجين ان نوعياننا في هذه الفترة عن الابتزاز وعن التنمر بسبب زيادة حالات التنمر والابتزاز في الفترة الاخيرة فكانت التجربة جميلة وناجحة راح نكون على مدى ثمان محاضرات في هذا المعسكر راح نقابل على المتدربين ثمان مجموعات ان شاء الله هدفنا ان نطلع بنتيجة وهي التوعية بحيث ان تكون عدهم قابلية وقدرة ان لو احد تعرض منهم الى هذه المواقف من التنمر او الابتزاز تكون عدهم خطة واضحة قدامهم انهم اشلون يتصرفون يحمون نفسهم يأتي هذا المعسكر الصيفي كاحدى الاليات التنفيذية للاستثمار الامثل لطاقات الشباب وتكوين جيل ذو شخصية بناءة في المجتمع لدعم روح الولاء والانتماء الوطني